في حلقة اليوم سوف نتحدث عن ميديا كويري من نوع سكرين سوف نتحدث عن ميديا كويري من نوع سكرين الذي يتم استخدامها لإضافة خصائص CSS التي ستقوم بالتحديدها حسب مقاسات شاشات التي ستقوم بالتحديدها بالاختصار من خلال الدرسين اليوم سوف تتعلم كيفية إنشاء مواقع متجاوبة مع جميع الأجهزة بطريقة سهلة سوف أقوم بإعطيكم بعض أمثلة لكذا يكونون قادرين على استخدام ميديا كويري لإنشاء مواقع متجاوبة من دون أي مشاكل في البداية مثلما قمنا بشرح لكم في الدرس السابقة عندما تقوم بالتحديد عناصر الهتيميل على سبيل المسال لنفطر الذين دمن موقعنا عنصر هيدر ودمن يتواجد أي شيء على سبيل المسال النص التالي عندما تقوم بالتحديد عناصر الهتيميل وتقوم بالتزويدها بخصائص CSS على سبيل المسال background color باللون التالي فإنها مباشرة تتم تزويدها للعنصر المحدد في حال إذا لم تقوم بوضعها دمن ميديا كويري لأن أفترض أرغب إضافة الخاصية التالية فقط إلى شاشات إذا يمكن أن نقوم باستخدام ميديا كويري نقوم بوضع ميديا سكرين بالشكل التالي أو يمكن أن نقوم باستخدام ميديا سكرين ونقوم بتحديد عناصر اللي سنرى بالتصميمها ونقوم بالتزويدها بخصائص CSS اللي سنرى بها وبالتالي سوف يتم تنفيذ الأوامر الذي يتواجد ضمن ميديا كويري في حال كان من نوع سكرين فقط على الشاشات في حال إذا قمت بوضع هنا فقط سوف يتم تنفيذ الأوامر اللي سأقوم بوضعها دمن هذه الأقواس بعد أن تقوم بتحديد عناصر اجتماع وتقوم بتزويدها بخصائص في حال قام المستخدم بمحاولة بأن يقوم بالطبع الصفحة وإذا قمت بتزويده بخصائص CSS التالية لنقوم بالتجمع قمت بوضع هنا سكرين فقط مثل ما تشاهد قام بضغطها بما أنه طلبت بأن يتم إضافة تلك خصائص CSS فقط إلى الشاشات سوف أقوم بفتح الطابعة مثل ما تشاهد لا يوجد تلك خصائص طيب إذا قمت بوضع هنا print فسوف يتم تنفيذ الأوامر التالية فقط عندما يقوم بالمستخدم بفتح الطابعة مثل ما تشاهد لا يوجد لأنه لم يقوم بالطلبين يتم تزويدها إلى الشاشات ولم يقوم بالتزويد العنصر التالي هنا خارج ميديا كويري أيضا لذلك مثل ما هي في وضع الافتراضي لنقوم بالتشغيل print مثل ما تشاهد اللي هو من CSS مثل ما تشاهد دائما يكون بالأحرف الصغيرة نفس الشيء هنا الميديا كويري عندما تقوم بكتابته تقوم بكتابته بالأحرف الصغيرة دائما في حال إذا قمت بكتابة هنا على سبيل سال print أو الحرف كبير أو screen أو الحرف كبير قد لا يعمل على بعض المتصفحات في وقت الحالي عمل ولكن في كثير من المتصفات لن يعمل هذه النقطة مهمة النقطة الأخرى مهمة الأولويات ينعب دور مهمة جدا لنعطيكم مثال سوف أقوم باستخدام ميديا كويري من نوع screen لنفترض هنا خارج ميديا كويري قمت بتحديد العنصر التالي وطلبته بجعل اللون نص الذي يتواجد ضمنها باللون الأصوات أو بأي لون أقوم بتحديدي فقط مثال قم بتزويد العنصر التي استرغبت تصميمها بأي خاصية ترغبها المهم تفهم الفكرة سوف أقوم بتحديد كل شي طبيعي سوف أقوم بتغيير اللون نص إلى اللون آخر بما أننا تحدثنا عن الهولويات فهذا يعني السي اس اس يعمل بالترتيب اللي نفترض هنا قمت بجعل اللون النص باللون الأبيض للنص الذي يتواجد ضمن العنصر المحدد ثم هنا ضمن ميديا كويري من نوع screen طلبته بأن أقوم بإعطاء قيمة جديدة للإلخاصية المحددة هذه المرة على سبيل سأرغب أن يكون باللون الأصوات بما أن هذه الأغامر أتت أسفل الأغامر التالية لنقوم بتحديث مثل ما تشاهد هنا قمنا بتزويد العنصر المحدد بخاصية تالية ومع قيمة تالية ثم لاحقا بما أننا قمنا باستخدام ميديا كويري من نوع screen فهذا يعني تحقق الشرط لأننا نقوم باستخدام الألان الشاشة فقام بتنفيذ الرغامر التالية وبالتالي بما أننا طلبته بأننا تحديث نفس الخاصية ولكن هذه المرة بقيمة مختلفة فهذا يعني قام باستبدال القيمة التالية بلا القيمة التالية حتى إذا قمت بوضع خارج ميديا كويري سوف يكون نفس النتيجة يعني الأولوية يلعب دوله مهم جدا طب أيضا نقطة أخرى مهم كسر منكم يرتكبون خطأ الذي يتسبب في عدم عمل ميديا كويري لديكم السبب الأول إنكم لا تقومون بالتزويد العنصر التالي إلى موقعك يجب عليك أن تقوم بالتزويد العنصر التالي إلى جميع الصفحات موقعك لك يتمكن المتصفح من قياس الحجم الشاشة طبعا لا تنسى أيضا بالتزويد العنصر التالي ولكن من أجل الميديا كويري يجب عليك أن تقوم بإضافة العنصر التالي ربما عندما أقوم من بعض منكم بالتحديث الصفحة يقول الميديا كويري لا يعمل واجهتني نفس المشكلة السبب هو إننا في بعض الأحيان نقوم بعمل زوم في متصفحة جوبل كروم في حال كان الزوم عرص بمثال ليس مئة بالمئة فقط لا يعمل لديك ميديا كويري لذلك لأجل التجربة تحقق إنك لم تقوم بعمل زوم أكبر من مئة يجب أن يكون مئة هذه النقاط مهمة الآن لنأخذ مثالا عن الميديا كويري لأننا تحدثنا منذ قليل علينا قادرين على إضافة خصائص CSS إلى أي عنصر نرغبها حسب مقاصته لنقوم بتحديدها لنقوم بذلك سوف أقوم بحزف هذا الجزء إن كنت ترغب بالتصميم عناصر الذي يتواجد من موقعك حسب مقاصات الشاشة كل ما عليك أن تقوم بإنشان ميديا فراغ ثم تقوم بكتابة فقط فراغ سكرين شاشات فراغ ثم تقوم بإنشاء هذه الأقواس ضمن هذه الأقواس تقوم بوضع الشرط الشرط يكون عبارة عن مقاص الشاشة تقوم بإنشاء هذه الأقواس التي تقوم بتحديدها على تلك المقاصات حسب المقاصة التي تقوم بتحديدها لنفترض أن نقوم بإنشاء Max حد الأقصى للعرض أي الشاشة نقوم بإنشاء على سبيل المثال 720px فهذا يعني طبعا لا تقوم بوضع المثال فهذا يعني نحن نقول نرغب بالتنفيذ لغامر CSS الذي نقوم بوضع هنا على شاشات فقط الذي يكون قياسها العرض حد الأقصى يكون 720px في حال لم يتحقق الشرط لن يتم تنفيذ لغامر يجب أن نقوم بوضع هنا طبعا أيضا يمكنك أن تقوم بوضع الشرط آخر تقول فراغ AND فراغ ثم تقوم بوضع هذه الأقصى وتقوم بوضع قياس آخر على سبيل المثال ترقب بإضافة خصيص CSS إلى عناصر في حال كان المقاص الشاشة يكون حد الأدنى على سبيل المثال 400px تقوم بتحديد نفس الشرط 400px فنحن نقول في حال كان الشاشة المستخدم أقل من 720px ويكون أكبر من 400px أو يساوي نحن نرغب لنتم تنفيذ الأعمال إذا أقوم بوضعنا لنفترض أرغب بالتحديد الانصر هذا وأقوم بالتضبط ببعض الخصيص CSS على اسم المثال text center padding على اسم المثال background على اسم المثال باللون التالي color باللون الأبيض لنقوم بتجوى مثل ما تشاهد لم يحدث أي شيء لأننا تطلبنا فقط بأن تم تنفيذ الأعمال التالي في حال تحقق الشرط الذي قمنا بوضعنا طبعا نقطة أخرى مهمة يجب عليك أن تقوم بوضع فراغ واحد مثل ما تشاهدت هنا حساسة جدا وأيضا هنا كل شيء بالأحرف الصغيرة هذه النقطة مهمة سوف أقوم بتشغيل وضع المطورين لكي تم عرض لنا في جوجل كروم المقاس العرض الشاشة سوف أتجه مثل ما تشاهد عندما أصبح العرض الشاشة 720px قام بتنفيذ الروم التالي يمكنك أن تقوم بتصميم عناصر التي توجد ضمن موقعك مثل ما ترغب بها حصر مقاسات الشاشة أنت لست مجبر على وضع شرطين يمكنك اكتفها بشرط واحد هنا قبلت حد الأقصى للعرض على سبيل مساء 720px هذا يعني في حال تحقق الشرط التالي سوف يتم تنفيذ الروم التالي في مثال حال بما يتواجد الشرط واحد هذا يعني في حال تحقق الشرط التالي سوف يتم تنفيذ الروم التالي هنا نحن نقول في حال كان الشاشة المستخدم حد الأقصى يكون عرضها 720px قم بتحديد بنفسك المقاسات أنت الحرف في الاختيار نرغب بنا تم تنفيذ الروم التالي مثل ما ترغب سوف يتم تنفيذها على جميع الشاشات التي يكون العرض خاص بها أقل من المقاسات التي قمنا بها لنفترأت قمت بها 920 مثل ما ترغب لنفترأت لا ترغب بتطبيقها فقط على الشاشات بمسال لأجل الطابعة أيضا ترغب بنا تم تطبيقها إذن بكل سهولة في تلك الحالة قم بحذف هذا الجزء وسوف يعمل من دون أي مشاكل مثل ما تشاهد أيضا يعمل أيضا سوف يعمل مع الطابعة مثل ما تشاهد لأن الخصائص التالية طلبنا بنتمي ضفتها فقط إلى الشاشة وليس الطابعة أتمنى أن يكون هذه الجزء واضح بالنسبة لكم لكي يكون الدرس اليوم واضح بالنسبة لكم بشكل أفضل لنأخذ مثالك لنفترض لدينا عنصر ناف دمنيا يتواجع على سبيل المسال ثلاثة عناصر A على سبيل المسال سوف أقوم بوضع ينصر هنا لنك واحد أرغب على سبيل المسال شريط النقل ما تجاوب ما تجاوب مع جميع الأجهزة من خلال ميديا كويري بسهولة سوف يكون بشكل تالي لنفترض لدينا أربعة سوف يكون بشكل تالي في البداية أرغب بالتحقيق عناصر A الذي يضغج ضمن عناصر A للتصميم أرغب في البداية سوف نقوم بحزف الخطة التي يكون أسفلها وأرغب على سبيل المسال بالتحديد العرض عناصر A سوف أقوم باستخدام النصفة المئوية طبعا بما ننصر ناف يملك أربعة عناصر A إذن سوف أقوم بالتقسيم مئة على أربعة يعني 25% أو أقل يمكنك أن تقوم بالتحديد نفسك سوف يكون نتيجة بشكل تالي لأن يجب علينا أن نقوم بالتزويد عناصر A بميزة مع قيمة لكيتم تطبيق خصائص مثل ما تشاهد لكي يبقى العناصر بنفس السطر يمكننا أن نقوم بالتزويد بعناصر ناف بميزة من نوع شرحنا لكم في دروس السابقة مثل ما تشاهد وأرغب بالتجميل عناصر أرغب بإضافة لجميع التجاهد 10 بيكس وأرغب بالتحديد خلفية أو أي لون أقوم بتحديدها وأرغب بالتحديد اللون الناس أرغب أن يكون لون الناس باللون الأصوات أي تصميم ترغب بها لا يوجد أي شيء جديد وأرغب أن يكون يتواجد هناك ميرجين بالنسبة 4 بيكس على سبيمسار إضافة ما سرف بينهم وأرغب أن يكون الناص بالمنتصر بس ما تشاهد لنفترح أن نرغب على سبيمسار في حال كان العرض الشاشة إن كان أقل على سبيمسار من 600 بيكس أرغب بالتعديل على تصميم العناصر التالية إذا من كل سورة يمكننا نقوم باستخدام ميديا ميديا هون هي سكرين فراغ ثم نقوم بإنشار الأقواص إن كنت ترغب أن يتم التطبيق على الطابعة أيضا قم بيحصل في هذا الجزء فقط هنا تقوم بوضع في حال كان حد الأقصر للحجم الشاشة على سبيمسار 620 بيكس طبعا نقوم بحذف على مسلم كل أرغب أن يتم التطبيق الأوامل الذي يقوم بوضعنا أنا أرغب على سبيمسار في حال أصبح الحجم الشاشة أقل من 620 بيكس أرغب أن يجعل العناصر التالية أن يكونوا بأسفل بعضهم بما أن العناصر التالية في وقت الحالي يتواجدون ضمن العنصر وعنصر ناف يملك ميزة ديسبلي من نوفليكس وميزة ديسبلي من نوفليكس يجعل جميع العناصر يكونوا في نفس السطر يجب عليهم في البداية أن نقوم بإلغاء ذلك نقوم بالتحديد من جديد ديسبلي وأرغب أن يجعل العناصر في فصة الكامل ثم أرغب على سبيمسار أن يجعل عناصر A يكونوا أصفل بعضهم إذن أقول ناف بما أن عناصر A يتواجدون عناصر ناف أرغب بالتزويد بخاصية ديسبلي بدل إنلين بلوك بدل جانب بعضهم أرغب بإضافة بلوك لكي يأخذون كل منهم سطر مثل ما تشاهد وأرغب على سبيمسار بجعل العناصر A هذه المرة كل منهم يأخذ بالنسبة 100% أرغب على سبيمسار بتغيير على البيدينج أرغب بإلغاء الجهة اليمين واليسار الجهة العلى والأسفل والجهة اليمين واليسار أرغب أن يكون سفر بكس وبالنسبة المرجين أيضا أرغب بإضافة الجهة العلى والأسفل بالنسبة أربع بكس والجهة اليمين واليسار سفر نقوم بالتصميم مثل ما ترغبها لنقوم بجعل أحترافية أكثر لنفترض لدينا أيضا لوجو ثم نقوم بإضافة لوجو قمت بإضافة صورة إلى نفس المجلة التي تتواجد على ملف الهتمال الذي نقوم باستخدامها قمت بتسمية اللوجو ويكون سيغط الصورة التي ترغب باستخدامها نقطة PNG قم بتحديد أي صورة ترغبها سوف يكون نتيجة بشكل تالي أرغب بالتحديد الارتفاع على سميسا أرغب أن يكون خمسون بكس سوف يكون بالشكل التالي لنفترض أرغب بيتاحكم على سميسا بالحجم العناصر على سميسا أرغب أن أقوم بوضع كل منهم عشرين بالمئة مثل ما تشاهد وأرغب باستخدام Justify Content على سميسا قيمة center لوضعهم بالمنتصر دائما ويمكنك أن تقوم بتحديد التصميم الذي يناسبك لنفترض عندما أقوم بتتصغير حجم الشاشة أرغب أن يكون العنصر image يكون بالمنتصر إذن نقوم بتتزويد text online center قم بوضع المخطب الذي يتواجد من العنصر نار بالمنتصر بما أن العنصر image أيضا يتواجد بالمنتصر سوف يقوم بوضع بالمنتصر يعني تقوم بتصميم مثل ما ترغبها في وضع الافتراض يمكنك أن تقوم بإضافة خصائص لكي يتم إضافته للعنصر مباشرة ويمكنك أن تقوم بتعديل على خصائص قمت بتزويدها للعناصر حسب الحجم الشاشة أو يمكنك أن تقوم بحصفها أو يمكنك أن تقوم بإضافة مزيد من التصميم إلى آخرية أو يمكنك أن تقوم بتعطير عناصر على اسم ميسا أرغب بالتعطير العنصر التالي سوف أقوم بإضافة لها إدي على اسم ميسا أربعة أرغب على اسم ميسا بنقول قم بالتعطير لعنصر المحدث في حال كان الحجم الشاشة حد الأقصى 620 بيكس أو أقل مثل ما تشاهد يعني أعطيكم أمثلة وأفكار لك تكونوا محترفين ألا قم بإنشاء موقعك وابدع بالتصاميم الاحترافية مع ميديا كويري في الدروس القادمة سوف أعطيكم مزيد من الأمثلة لك تكونوا محترفين لا تنسى أن تقوم بمشاركة الدرس مع أصدقائك لك يستفيدونهم أيضا إلى اللقاء